هل تعلم بها على عباده أجمعين. في هذه الحصة مستمع الأفاضل آآ ضيفنا المبجل آآ هو سي عبد الكريم همامي وسي عبد الكريم همامي مهندز رئيس آآ اختصاص هند ساريفية. مرحبا بيك سي عبد الكريم. شكرا سير ازهر وان شاء الله تكون هناك إفادة. ان شاء الله. اله بطبيعة الحال في الاخراج والتأثيث آآ ايمن ليجا. مرحبا بالجميع. آآ سعبد الكريم ونحن نتناول هذه الحصة في موضوعها ما يعني ما للماء من أهمية كبرى والجميع يعلموا أن الماء أهمية تنكب أهمية كبرى ولكن ربما أنه الكثير يتغافل عنه آآ يتكلم فقط في مستوى الكلام عن هذه الأهمية ولكن في ماهيتها في أبعادها في دلالاتها في مقاصدها آآ ربما أنه آآ يعني الكثير هم الذين بعيدون عنها كل البعد ولذلك أتناول معك في هذه الحصة هذه الأهمية وهذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده هذه النعمة التي هي أساس الحياة ولذلك قال تعالى بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله ومعلينا العظيم ذكر تقريبا في القرآن الكريم خمس وعشرين مرة خمس وعشرين مرة مما يدل على أهميتها أيضا إذن سعبد الكريم بداية أن أترك لك الكلمة في آآ مفهوم الماء في مستوى يعني نفهوم في مستوى التكوين فلتتفضل شكرا آآ سير ازهر فعلا آآ الماء هو نعمة ونعمة معناها لا تظاهيها نعمة لأن بدون الماء لا ليس ليس هناك حياة لأي كائن حي نعم في الأرض ليس هناك حياة بدون ماء نعم وهذاك علاش الماء يمثل في الكرة الأرضية في اليابسة يمثل تقريبا آآ واحد مستبين في الماء معناها أكثر ما الثلثين نعم نعم واحد مستبين في الماء تقريبا ثلاثة أرباع للكرة الأرضية نعم آآ الماء هو سائل سائل شفاف ليس له طعم ولا رائح يعني هم من نجموش نطعموه ولا نشموه ولا عنده حتى لون زاد من نجمو نشوفه اللون متاعه إلا كيتكاثر في طبقة كبيرة ياسر يولي عنده لون يتجه نوع الماء إلى الزرقة آآ يتكون الماء من 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 ذرة من ثلاثة ذرات آآ ظراتي هيدروجين وذرة أكسجين آآ ويتحل الماء طبعا معناها إذا كان يتبخر الماء كيف يتكون الماء الماء معناها يدور في حلقة مغلقة المياه تقريبا عن المحيطات والبحار والبحيرات والأودية اللي فيها كلها ماء نتيجة أشعة الشمس يتبخر الماء هذاك عبر الجو ثم يتكثف في صحب يعود ينزل أمطار أو ثلوج في كل الحاليات الأمطار هذيك أو الثلوج مش تسيل من جديد نحو هاك البحار هذيك وكل السباخ وكل البحيرات وثم كمية تتعلق بأوراق شجر مثلا لتتبخر من جديد وتكون معناها وتبدأ الدائرة من جديد هناك كمية من الماء تنفذ وسط الأرض وهذاك علش نجدو أكل المياه الجوفية واللي نستغلوها احنا للشرب ووا ووا وكمية منها معناها كمية مش تدخل داخل الأرض وكمية مش تستغل من طرف النباتات والأشجار باي خليني معاك لنا فيه الكمية اللي آآ الكمية اللي تستقبلها الأرض فهمت هذه الكمية اللي تستقبلها الأرض آآ متى يستفيد منها الإنسان يعني في مستوى عمق الأرض متى يستفيد منها معنا ذلك خليني تكلموا بالدرجة أكثر باش المستمعين يفهمونا أكثر في كثير من الأحيان يقول لك أنا هاي الميدة جبدت فهمت ويقل الماء في الأبار وربما هتف صنتجات ووا ووا فهمت ايه يقول لك هاي صبت لم تر تقول الميدة تكثر فهمت ماتى انه تكثر هالميدة هذية وتكثر المياه متى هل في إبانها أم هناك مدة زمنية معينة فهمت في مستوى عمق الأرض هو المياه هذية الكل معناها اذا كان عنا مياه في المياه في العالم مياه ثم ثلاثة في المياه فقط هي تستغل نستغلوها احنا يعني البشرية تستغل ثلاثة في المياه للشرب والصناعة والسياحة والري واحد واللي المال يدخل في في باطن الارض هذية واحد في المياه واحد في المياه فقط والباقي والباقي يسيل نحو الانهار ويعاود ليتبخر وهذيك الدورة المائية معناها دي ما وعليه واحد في المياه تقليلات واحد في المياه مالحة البحار اللي ده ما يقعش استغلالها ما نجبوش نستغلوها إلا في صورة شح المياه معناها للشرب والاستغلال العادي استغلال البشرية للبيئة ووقتها تقع تحليت مياه في البحار أو غيرها وهي مكلفة عملية مكلفة جدا ربي سبحانه اعطانا اشياء واحنا ما نحافظوش عليها ما يدفعنا فى شيء عملت كان هي هذية في جوه في الأرض هو ثم نفاذية الساعة بتاع الأرض يجب تكون الأرض عندها نفاذية معناها الأرض قابلة باش ت... ما يعتبرها طبقات هي هي طبقات الساعة طبقة الأولى الأرض معناها سطح الأرض إذا كان أرض تينية أو حجرية الماء مشي يسيل وربما وقتها مشي يسيل بطريقة قوية حسب الانحضار وحسب... سريع نعم طبيعة الأرض الكمية اللي باش تنفذ إلى الموا saisموها نحن الماء دا مائية الموايد Vern because oftoo الموايد المائية هذه هذية هذة موجودة في طبقات يعني نوجدوا ماء دا مثلا على بعض مثال على بعض مثلا عشرين مترو الأخر على الباعد مية مترو الأخر على الباعد مئتين مترو وثبت حتى على الباعد كيلو مترات مikit في الجنوب معناها على الباعد كيلو مترات لي، أنا لو نستوقفك شوي ونقول لك لطبقات هذه كيفاش يمكن يستفيد منها الإنسان؟ يعني أنت علش كانت الطبقات هذي؟ علش مش طبقة واحدة مثلا؟ لأنه، لأنه الطربة، الطربة أنواع، إحنا معناها مش نربط الماء بالطربة لأنه هما عندها بارتباط وثيق فالطربة أنواع، ثم الطربة الرملية، ثم الطربة التينية، ثم الطربة نسموها إحنا الليمان، ثم الصخور الطبقات هذي، كل طبق منش تكونت؟ عبر العصور، عبر ملايين السنين، معنا مش معنا حاجة تتكون في ظرف صغير وما بين طبقتين مثلا، إذا كان ثم الطبقة عندها لفذية كبيرة، معنا هي يلق الماء وين يستقر؟ هي شيء معنا عملية بسيط، وين مجيسكن هكلمة هذك؟ وين مش يستقر؟ يستقر فاك الطبقة اللي فيها بماكن، معناها فجوات، كما مثلا، بمنطقة رملية، الحصيات هذوك، ما في يبدأ بيهم بيناتهم معناها فراغ، لوفيد، معناها مش يستقر فيه الماء ذاك، إذا كان منطقة معناها حجرية، وين مش يستقر على الماء، ما يستقرش يستقر ما بين طبقتين، وقت يلقى طبقة، معناها ذات نفاذية معدمة، يستقر رادي، الإنسان وقت اللي مش ينقف عم تتحب تقولين المناطق الحجرية ما نوجوش فيها ماء برشا نلقوا فيها الماء، نلقوا فيها، لأنها منطقة حجرية، وفاها مماكن، اللي كليبوش هذوك، ما اللي معلبيين بالماء، هذوك بالعكس، في المناطق، لأنو الحجرية شنية؟ هي بيديهم ذات نماذية معدمة، لأنو المدفوك منها مش تلقى الماء، الطبقات هذوما كل مرة تتبدلوا، يتغيروا، الماء كي يقع على تغذية الماء دي الماية، كيفاش يقع على تغذية؟ الموائد القريبة، هذه اللي هي معناها سطحية، تتغذى من سطح الأرض، الموائد اللي فاها معناها عمق كبير، تتغذى من بعيد، جي الماء، معناها فما أودية، أودية تحت الأرض، في عمق الأرض، نعم، يسيل مش كيف يسيل فوق الأرض، يسيل تحت الأرض، هناك مياه تمشي حتى للبحار عبر الأرض، وهناك مياه من البحار تمشي نحو الموائد، إذا كان مائدة تستغل بصفة كبيرة يسر، وهي قريبة من البحر، مش تقع فيها فجوة، وقت مش تقع فيها فجوة، المام تعالى بحرر يودي يمشي لله، وعلاش هذيك نقوله تملحت، خاصة نوجده معناها بعض المواد قريبة من البحر، ثم اللي حلوة، ثم اللي المالحة، لأنه نفذلها المام تعالى بحرر، وبالتالي معناها تتملح، وهكا كما عاش ناجم حتى نستغلها معناها. شكرا سي عبد الكريم في مذهبت إلي في تحليلي، سي عبد الكريم وأنت تحلل في التبقات، أنا أتذكر آية قرآنية يقول فيها ربي سبحانه وتعالى، بعد أعوذ بالله مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وتفيدوا العمق، ما قالش على الأرض، قال في الأرض، فهذا يذكروني بالتبقات، وهذه التبقات اندلت على هي أثر من أثار التي تدل على وجود الله، يعني من صنع هذا، من فعل هذا، ولذلك أشوف الإشارة القرآنية، قل سيروا في الأرض، يعني في هذه الطبقات حتى نستفيد منها، وحتى بطبيعة الحال هي أثار تدل على عظمة الخالق الذي خلق فأحسن الخلق، ودبر فأحسن التدبير، وربي في أي أخر يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مستمعين للأفاضل، مستمعي ذات الحياة أفآم، مدارة القيروان للصحة، في برنامجكم، هل تعلموا؟ في أحصة جديدة متجددة، نتناول فيها موضوع هل تعلموا ما للماء من أهمية، وما أدرك من الماء، وما أدرك من أهمية الماء، مع ضيفنا المبجل سعب الكريم همامي، قلت وهو مهندس رئيس اختصاص هنسة، ريفي، السعب الكريم، ونحن نتحدث عن هذه النعمة التي أنعم الله بها لإبادها أجمعين، وما دفعنا فيها، ولو من لي من واحد، أفلا يكون، أفلا نكون من الشاكرين، أفلا نكون من الشاكرين، أفلا نكون عبداً شكوراً، يقول الله سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم عن هذه النعمة التوسع في مستوى دورة المياه، ثم أنواع المياه، حتى يتبين لمستمعين هذه الأهمية، فلت تفضل؟ سي عبد الكريم، شكراً سي رزهر، كيف ما قلنا الماء، يبدأ ديما من المحيطات، يعني الماء يتكون من نفسه، معناها، فماش حاجة مش نجيبوها باش نعملو الماء، الماء يتكون من نفسه، نعم، معناها ربي سبحانه خلق الماء من الماء، معناه هو خلق من الماء وخلاه، معناها الماء هذيك باش يبقى مدى وجود الحياة فوق الأرض، الماء هذيك مستحيل باش ينشف، يعني إذا انتهى الماء، انتهى الحياة، وكوه، معناها، الماء يبقى دائماً في حدود، معناها احتياجاتنا، وما ينقص، نحن نتصوروه باش ينقص، ولكن هو في الواقع الماء هذيك مش يبقى تيمة موجود، لأنه الشمس موجودة، والبحارة موجودة، والمحيطات موجودة، وبالتالي الدورة المائية متواصلة، هو يكرر نفسه، هو يكرر نفسه، نعم، معنا دائماً هناك تبخر، هناك أمطار، هناك ثلوج، الأمطار هذي كمانها مش تسيل في الأودية، وترجع للأماكن بتاعها كما تسلفوا وقلنا، الثنين، المياه هذي معناها هو الأصل، حتى تكوينتنا نحن روا، البشر والكائنة الحية لكل، تكوينه تقريباً ثلثين ماء، البشر خمسة ستين في المائة ماء، أو أكثر حسب الشخص، الشخص، للشخص، للماء، نتصور أنا حسب مفهومي، أنه الماء مش يبقى دائماً موجود، نشوفه أنه أماكن معشة، ولكن الأماكن معشة ذيك في وقت آخرت، واللي هي كمية من الماء، نعم، ولكن رغم اللي معشة، هي مش تستعمل الماء، معناها مستحيل باش تنجم تعيش، ما ثم حياة غادي إلا بالماء، أما يقل، يقل، نعم، ولكن الحياة ماش مدام موجودة حياة، معناها موجودة الماء، الكثرة متاع السكان، والقلة متاع السكان، تتحكم بنوع الماء في الماء، ثم استغلاننا الماء، والمحافظة عليه، هذاك مش يكون عنده دور زادة كبير، ياسع، بالليه وحنا نتكلم عن المحافظة على الماء، سأنا رجع لكذيبين ذفرين، سعاد الكريم، لو تسمح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقتصدوا في الماء، ولو كنتم على ذا بي نهر، أي معناها تتوظى معناها يقتصدوا في الماء، حتى تكون على نهر، وهنا مش تشوف النباهم الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها لأنه يتوقع، دائماً معناها أنه الماء هذك، يروا بما أنه مصدر حياة، يلزمنا نحافظ عليه، ولو أنه عنا نهر ينجم في يوم من الأيام، وهذا يحيلنا سعاد الكريم، هذا يحيلنا على أنه أمانة، وهذه الأمانة يريد أن نحافظ عليها، فنستعملها في أماكنها ونحافظ عليها، وذلك كانت سيد عيشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتوضع يعني بكمية قليلة من الماء، ربما يعني لما نسمحها اليوم يعني نستغرب، وهذا ندل على شيء يدل على أن الإسلام يحافظ على البيئة، ويحافظ على هذه النعمة، أنا في عديد الأحيان، في عديد الأماكن، حتى في المساجد، معناها لما نتوضع، ونفتح الحنفية، ونبدأ نتوضع، أنا قمت بتجربة، ووضعت معناها السطل، معناها فارغ، وأردت أن أتوضع، والماء يمشي في الحنفية، معناها من قصوش، تقريباً الواحد يستهلك يمكن بالعشر ليلتر وماء ولا أكثر، رغم اللي هي نصف ليلتر معناها تكون بالوضوء، والله من هذا المكان، ومن هذا الإذان، نقول للمستمعين أن هذا إجرام، 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 إجرام في حق هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، الآن، والتي سنسأل عنها، أي نعمة من النعم، نسأل عنها يوم القيامة يعني، كيف ستعملتها وفي ما استعملها؟ ولذلك، من جملة هذه النعمنا، نحن نتكلم عن هذه النعمة، وهي نعمة اللا، نعمة الماء ربما إنه ساب الكريم الآن يعني تعطينا أنواع المياه ما نفهمت، هي عنها تقريباً الأنواع المعروفين هما فما المياه الجوفية واللي هي تمثل معناها حاجة بسيطة جداً معناها بالنسبة لكمية المال الموجودة المياه البحار والمحيطات واللي هي مالحة ولا تستعمل معناها من طرف البشر إلا في استعمالات معينة صحيح فيها حياة يعيش فيها الحوت يعيش فيها معناها الكائنات البحرية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو التهور وما هو الحل وميتته هو لا يتكلم عن البحر هو التهور وما هو الحل وميتته ما في البحر من خيارات معناها مش كان فهذا يعني هذه المياه يعني مياه البحر ونحن نتكلم عن الماء هي في حد ذاتها تمثلوني أم كثيرة للإنسان هذا الإنسان الجحودة فهو يركبها والمياه هي أكثر حاجة شائعة في الدنيا مثلا ماش حاجة أكثر من الماء معناها الماء هو أكثر شيوعا على الأرض يغطي 70% من سطح الأرض ولا حيوتب بدون الماء كما قال تعالى نعم وجعلنا من الماء كل شيء ونريتها حتى في الدول الأوروبية وريتها في الجامعة مكتوبة بالخط الكبير وجعلنا من الماء كل شيء حيء سعبد الكريم بلغ إلى مسمعي أنك حضرت في ملتقى في أحد البلدان الأوروبية يتحدثوا عن أهمية الماء فعلا يعني هذا يندل على شيء يدل على هذه الأهمية يعني هذا تقريبا تقريبا كل الملتقيات ما توجدش فاهم معناها توجد فيها ديما عنصر الماء موجود وهذه ملتقى وقدها تعمل في إيطاليا وأنا مزلت مهندز معناها صغير صغير حاولي تقريبا 94 أسبوع كم ونتحدث على الماء والآية مكتوبة والآية مكتوبة في الجامعة هذه في جامعة باري في إيطاليا مكتوبة بالخط الكبير وجعلنا من الماء كل شيء حيء في كل غار موجودة معناها بوضوح وكانت معناها وقتها نتحدث على الماء وعلى المشاكل متاع الماء وكيف كيف نعاود نغذي الماء ده من جديد خطر الموئد يعني كيف نحافظ عليه في النهاية كيف نحافظ عليه نعم والعملية هذه احنا نقوم بها في تونس وعننا فيها معناها باع كبير نعم 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 وأنا من من اختصاصنا متاعي هو وما تقريبا مسيرتي المهنية كل في الإطار هذي يمعناها في المحافظة على المياه والطربة ولي ذلك نصدف لك في هذه اللي ذاعم لأنه الماء صحيح معناها عنده أهمية كبيرة وعنده زادة مخاطر إذا كان احنا ما نعرفوش نستعملوه ما نتحكموش فيه يعني تونس عندها آآ سي عبد الكريم هذه المخاطر سنتيها بعد احيان منذ الستينات وتونس معناها سنتيها بعد احيان سنخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا هل تعلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومستمعين لفاضل مستمعي ذات الحياة آآ إذا القيران للصحة عدنا والعودة وأحمد مع آآ برنامجكم هل تعلم في موضوع هل تعلم ومال الماء من اهمية مع ضيفنا آآ سعب الكريم همامي مهندس رئيس واختصاص هنسة رفي آآ آآ سعب الكريم نمر لهذه الاستعمالات يعني استعمالات الماء وما فيها من خير كثير على الناس يعني هذا الهذه النعم فسنرى يعني نعم كثيرة حتى فيها حتى جانب صحي كبير ياسر معنا فمسا آآ في علاقته بال يعني بالجسم كامل تقريب يعني آآ الاستقرار متاحهم يكون في أماكن في هالماء والأماكن هذي كديمة تتطور أكثر من غيرها لأنه كنشوفوا مثلاً آآ بين الرافدين آآ نجلة والورانة آآ معناها من أقدم الحضارات آآ كنشوفوا حول النيل كيف كيف هذا يعني مستوى العرب معناها آآ كنشوفوا في تونس نحنا الرومان وين استقروا آآ وانا شفت أماكن شفت أماكن حتى في آآ في في وص جبال معناها أنا وصلت مرة في منطقة في جهة كفصة نقفه مواطن غادي قال لي لأول مرة معناها واحد يدخل هنا لأنه هو جاي بين أربع جبال ولكن شنو شنو لي خلاه يسكن غادي ما هو وجود الماء والما هذيك كان مستغل من طرف الرومان وهناك معناها قنوات حجرية حجرية وابقا هو غادي يستغل فكل ما هذيك وكون معناها حقول ويعيش إلى حد الآن معناها دونك الحضارات المتعاقبة لكلها استقرت هناك وين وجد الماء آآ هذا يدل على هائمية الماء على هذي هائمية نعم فهمت الماء آآ معناها استعملت الماء عديدة وعديدة جدا معنا آآ آآ هي تقريبا واحد في الماء نستعملوها للشرب للمنزل آآ آآ استعمال اليومي استعمال اليومي والبقية تستعمل في الآآ في الري آآ والري هذي مثلا نحن في تونس تقريبا ثمانين في المياه ثمانين في المياه او آآ من استعمال فلاح وعشرين في المياه تبقى لاستهلاك المنزلي والصناعي والسياحي آآ لانو حتى السياحة احنا هنا والصناعة تستهلك معناها آآ كمية لابس بها السيلة الظهر آآ نشوفوا مثلا احنا في تونس وعنا كمية تقريبا تساوي أربعة فالستة مليار متر مكعب قابلة للتعبة آآ قابلة للتعبة موبيليزابي آآ المياه هذي منها فوق سطل حار الأرض تسيل منها ستين في المياه آآ مياه جوفية أربعين في المياه الثمانين في المياه من الموارد المائية جينا من الشمال آآ هي موجودة في الشمال آآ ولكن في المياه الجوفية آآ سبعين في المياه موجودة في الجنوب آآ عنا موائد مائية في الجنوب آآ غير مستغل كبيرة برشا وغير مستغلة مستغلة إلى حد الماء آآ آآ ثمانين في المياه من المياه المستعملة هي استعمال في الأحن وعشرين في المياه السلاك المنزل والصناعي والسياحي. الثمانين في الماء هذية يعني الانسان علش الماء معناها هو هو الحياة. لانه الانسان مش مش يعيش كان بالماء. لانه الانسان لو كان يشرب كمية كبيرة من الماء. مثلني فوق عشرين لتر في النهار. حسب الدراسات. ينجم معناها يموت. معناها بمور. هو الدراسات تقول انه يحتاج الى زوز لتر في النهار. فاهمت ساعة. هي اختلاع فاهم نيقول زوز لتر فاهم نيقول لاترة ونصف. اما المهم معناها كمية اه معتدلة من الماء. لازم للانسان باش يعيش. ثم المياه الاخرى للماء مش يستغلها في الفلاحة مثلا. ليش? لتوفير الغذاء. لانه الماء لازم الغذاء. والغذاء ما يتحلل في الجسم ولاحد. الا بالوجود الماء. يعني لو تتكتوكوا الغذاء وما تشربش الماء. النفس الشي معناها ما تنجمش تعيش. وبالتالي الماء والغذاء آآ حاجتين يعني يتكاملوا. ولذلك قالت اهلا وكلوا واشربوا. كلوا واشربوا. واضحا لأي. بالليه سياد الكريم انا لن حب نسأل سؤال واحد ونتكلم على اهمية الماء. تو احنا هو يعني آآ ربي سبحانه وتعالى هي نعمة من عندهم. ويقول آآ وعن لو استقاموا على الطريقة لا سقينهم معنا. تو احنا ربما في البلاد التونسي نقصين معنا. يعني ما صبتش امطار عن سن. جفاف. نعم ثم جفاف. ثم جفاف. طي. ثم اشكالية في انه مطروحة اليوم. ثم اشكون يقول لك اخويا هذية مسائل علمية واحدة دينا الى مش نمشي ونصلي وفهمت سالة الاستسقاء وفهمت سوى ونطلب ونطلب وربي. باللي هذية هذية نحبو نوضحو الجانب العلمي والجانب التعبدي. فمسلا بش اللي انو نعرف وانو نروها الجانب العلمي هذة كمسلمين احنا روي ينشي مع الجانب التعبدي ما فمسلا مش معناتها ذلك اني اريني كي مش نمشي اني نصلي انا صالة تنسقها ونطلب ربي اللي هي دعاء. يعني ندى في النهاية. يعني نتوقف على الجانب العلمي ونتوقف على يعني على المحاولة على المحاولاتها. في اشارة يعني هكا لمستمعين الافاضل واحد. كما كنت تحكي سيرازر معنا كل حاجة في مكانها. معناها التعبد شي ولا 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 والامور العلميه شيء وربي ما ينفيش لا 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 المور العلميه. بالعكس. يعني هو سخرنا احنا البشر بش احنا نقوم باكش الاشياء هذهكة. يعني هو 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 الاشياء اللي ربي سبحانه كيف ما اش يقول الحاجة اكون في يصخر لها شكون مش يقوم باك العملية اسبابها اسبابها نعم. احنا العلم هذاك اسباب من الاسباب لكن احنا هذيك في التقرب من الله باش نتقربو الربي باش نتعبدو باش نتقربو الربي باش هو يسخرنا هاكل الطبيعة هذيكة وهاكل البشرة ذيكة وهاكل العلوم هذيكة باش تتوجد هاكل المادة اللي نحن نحتجوه. وبالتالي معناها هذا لا ينفي هذا. نعم. وكل حاجة معنى تبقى نحن نتجاوز هذه الأحدى دي وربي سبحانه أعلم بما في صدورنا وأعلم بما احتياجاتنا. إن شاء الله نقوله ربي يهديه الجميع. طيب السعاب الكريم مسألة هذه نقف عندها ونوضحها شوية. أنا هنقول إنه صلاة الاستسقارة هي نوع من التوكل على الله. طبعا. نحن لا نتكلم عن التواكل نتكلم عن التوكل الحقيقي نعم والتوكل الحقيقي هو أن نعم هو أن القلب مع الله واللعضاء تشتغل معنى تفهم مسألة الأعطالك ربي سبحانه وتعالى وميزك بها عن بقية الكائنات الأخرى فهمت هذه كتشتغل أي الفيكر والوجدان والقاول والعمل والتفكير والإرادة الحرة ولو قال ربي سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن يعني دليلة العلم وطلب العلم والمعرفة أولا أنه آية في القرآن تنزل الأقر من يدل على أن تغلب العلم والمعرفة ثم لو تعلق تهمة المرء بما يرى العرش لنا له يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الجن والإنسان يقول ربي سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنسان استطعتما أن تنفذوا من أقتار السموات والعرض يعني فانفذوا فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هنا العلم هنا هنا العلم والآية وعدوا لهم ما استطعتوا من قوتهم إشن هو القوة ما القوة العلمية ما أحوجنا إليه اليوم هو يأكد عليها النص الدين ولكن القلب مع الله التوكل مع الله ثم بعد ذلك ثم مسهلة دقيقة جدا في سلاة في كل سلاة في كل عبادة أليس فيها جانب علمي ياخي أنا مش نقدي يعني صلاة إلا هذه الصلاة بجهل ما بأركانية و بشروطي هاو بإذا نيه فيها جانب علمي في النهاية ما ما أرى في معنى ما ما بعد ناشى ما عالى أشاني الصحي وفيها ما يكونوا عبدا شكورا ما جزاوا الله إلا 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 لإلا إلا 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 الإحسان سعب الكريم وأنا هنتكلم عن هذه الهمية هل هناك إشارات يمكن يعني 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 في صلوق برقي عالى انتحكى لمستمئينا باش يحبط على هالنعمة هذه. اول حاجة معناها نحن ثم المياه هذه يرى عندها زيادة كيف كيف اذا كان عندها منافع او اهمية كبرى. عندها زيادة مخاطر. مهم. عنا مخاطر الانجراف. مهم. لانه الطربة هي مهد الغذائنا. لانه غذائنا يكون من الطربة. مهم. واذا كان الطربة هذيك الضيع. الغذائنا ماش ينقص نفس الشيء. معناها مش كان الماء. لانك الماء هو عنده تأثيرات سلبية. في تساقوته خاصة بذلك احنا في منطقتنا يتسقط. بغزارة. بغزارة. ممكن يحمل معاها كالتربة الغنية. اللي هي موجودة معناها المهد الراسين بتاع الهروب بتاع الشجرة. وبالتالي وفيها المواد الغذائية. عاديد المواد معناها الغذائية والكيميائية. اذا الاراضي هذي تحتاج الى ماذا? تحتاج الى اشغال محافظة على المياه والتربة والخيام. مناهي الفلاحة يعرفوها ويعرفوا اللي ثم ادارة مختصة في الشيء هذي وتقوم باشغال عديدة لحماية التربة. الاشغال هذيك اللي نطلبوه من الفلاحة انهم يحافظوا عليها. لانه اه اشغال كبيرة خاصة في القلوان اه انجزت. والاشغال هذيك معناها ان كيف نحاول كيف نحافظوا على تربتنا. ونحافظوا على انتاجنا. اه اثنين المحافظة على الماء. الماء هناك استهلاك غير مسؤول. للماء. سوا في استعمالنا للغسيل. سوا استعمالنا للتنظيف المنزل. سوا استعمالنا في الوضوء. سوا استعمالنا لغسل السيارات. سوا استعمالنا لعديد الاستعمالات. هذي نطلبوه من اخياتنا لانه اه اله تونس توا تحت خط الفقر في المياه. مهه. مع الجفاف الموجود. يعني هناك مخاطر حقيقية على كمية الماء. وبالتالي حتى في الري. في الري الفلاح. اه في بعض الاحنان يسقي يعطي كمية. اه ما تستحقاش الشجر. ومرضة تكون هي ربما تذر شجرة. معناها خطر الشجرة كي توصل للدرجة معاينة. آآ يقع عكل آآ ما نسميشه بالعربي لاسفكسية. معنا آآ تتغدق الواحدة ما عايش تتنفس. الشجرة ما عايش تتنفس. عفو الشجرة الكل يتنفس. العروق دي تتنفس. كل كائن يعني يتنفس. آآ كائن حي. آآ وبالتالي معناها الكي نعته كمية نعته كمية لتحتاجها الشجرة ولا تحتاجها النبتة. كيمة 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 البشر. كيمة البشر. كما بالزائد رأو مش ومش ينفع. نعم. حتى ما يضرهاش ما ينفعهاش. آآ وبالتالي نحاولوا نكونوا دقيقين. آآ في استعمالاتنا للمياه. في شون المجالات. سعبد الكريم بالمناسبة ماذا تقول لهؤلاء الذين يسرقون الماء يعني ماء الشرب يسرقونها للري في بعض المناطق. يا جريم هي جريمة. هي جريمة. هي جريمة لأنه الماء المناطق اللي فاها مياه الرأي نستغلوها للري. المناطق اللي فاها مياه للشرب. مش تحرم غيرك من الحياة. آآ آآ يعني قضيت عليه بالموت. قضيت عليه بالموت. نعم. او ربما ما ما عندوش امكانيات باش يجلب مياه من مكان بعيد وكذا بالحق. ما نعم مش مش تحكم عليها بالموت. وبالتالي هي جريمة. نعم. بايس عبد الكريم شكرا فيما ذهبت اليه وفيما توصلنا اليه من آآ اهمية الماء. مستمعين آآ لا فاضل. مستمعين ذات الحياة افهم آآ في برنامجكم هل تعلم. احنو لما تناولنا يعني آآ هذه النعمة هي نعمة الماء. لنقف آآ عند آآ ماهيتها وعند أبعادها وعند انواعها. وايضا لآ آآ نفهم انها امانة وهذه الامانة يجب ان نحافظ آآ عليها لاننا آآ كمسلمين كمسلمين سيسألون الله سبحانه وتعالى آآ عن هذه الامانة وغيرها من ال الامانات آآ آآ سعبد الكريم بهذا يعني تنتهي هذه الحصة وينتهي زمن هذه الحصة آآ فالشكر موصول إليك وإلى مستمعين على فاضل كما أن الشكر موصول إلى آآ آآ اخينا ايمن ليجا في التأثيث والآآ والإخراج مستمعين على فاضل مستمعي ذات الحياة الفهم القيروان للصحة آآ إلى لقاء جديد مو تجدد فشكرا للجميع مع تحيات الدكتور لازهر بنالي لبريكي شكرا هل تالم